معنا أمو محمد من القاهرة السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إيزا يا حضرتك فضل ونعم الحمد لله كل سنة وانت طيب وحضيك طيبة وبسحة وسلم ممكن أطلح حضرتك سؤال ليه؟ اتفضل يا فانت أول سؤال حضرتك أنا بنتي لسه متجوزة قريبة لأربعة وشهر نعم فما بنتي جاتي تجوزك أهل جوزي أطعوه كلهم أطعوه ليه عشان هي تجوز من القاهرة طيب ليه يا جماعة لازم تتجوز من البلد فبقنا هذك هل ليه نعملنا ده احنا ليه يا جماعة مش معقولة أنا عارف طبعا وقعنا بس بقول يا جماعة أنا الأولى نبطل الحكاية دي حاجات دي يعني زيادة قوي لازم تتجوز من البلد دي أصلي بناد البندر بيسيطروا على الأولاد ومعرفش إيه وما نقدرش نمشيهم على سلوينة كل الكلام ده لازم يتغير يا جماعة تفضلي بنت يا شيخ أطعوا يعني إخواته السبيون كلهم وإخواته البنات أطعوهم أطعوا جوزي وأطعوا بينت حتى أولاد عمها ما بيتكلمهاش طيب ليه عشان هي تجوزت من القاهرة لازم تتجوز من البلد ليه بس إحنا عملناش حاجة غلط ده جوز على صنة الله ورسوله طيب لأ لازم تاخد حد من ودع عمها طيب يا جماعة ليه يعني ده ربنا كتب واحد خبط على البيب هنقوله لأ طيب وعدين ده أول سؤال ما أطعوه بقى خلاص سلط الريح من قطع فأنتي عايزاني أكلمهم عايزاني أكلمهم آه يعني أهل اللي إحنا عملناه ده صحي ولا غلط إن إحنا أطعونا أقول لحضرتك ده سؤال أو لنسؤال التاني سؤال التاني حضرتك أنا ليه أخت كانت متجوزة قبل كده فاتطلقت متجوزت تاني مرة نتفصلت عن جوزة نتمنتفصلتش يعني ما اطلقتش ومخلفة منه ولد في أدية حضرتك كل ما يعني كل يوم في النازل طب إروحي اشتغلي لأ طب يا بنتي ارجع الجوزك خلي جوزك ارجعلك بدلا ما أنت أعدى في مكان هو قاعد في مكان طي لأ طب هتربي البنتي والواد منين كل يوم والتاني تجي عندي والدتي طي والدتي على قد حالها طي هل هيح لو والدتي قفلت الباب في وشها ده غلط عشان تبصي أكلمك أقولك الحالة دي أن نعمل فيها إيه المسألة الأولانية حضرتك سألتيني أن هما ليهم حق طبعا ما لهمش حق ولا يجوز أن الناس تتدخل ده هذا ده حضرت النبي قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه هذا لا يعنيهم يعني أن مين يتجوز مين دي ده شيء لا يعنيهم ويدخال الناس وإحنا وإحنا على فكرة إحنا لازم نغير المسائل دي ادخال الفكرة فكرة أن كل يدخل في مسألة الجواز من آخر حد في العيلة إلى أول حد في العيلة لازم يدخل في الجواز ويبقى عندنا أن رأيه ده أساسي لا هذا غير مناسب إحنا بننظر في من يكافئ هذه الأسرة مش هذه العائلة هذه الأسرة خلق لازم نفهم الكلام ده هذه الأسرة والدليل على ذلك أن في بعض الأحيان بعض الناس اللي بيطلبوا بعض الطلبات لما يكونوا مثلا الناس عندهم مستوى اجتماعي أعلى عن الأسرة دي في العيلة ويجيوا ويتدخلوا فيفسدوا الجواز على الناس فيفسدوا الجواز عن الناس لأنهم في الحقيقة بيتكلموا لا لشيء إلا لأنهم معرفش لكن الأسرة مناسبة الأسرة مناسبة فلذلك لازم نفهم كده لا أنتوا ما عملتوش حاجة وهم مقاطعتهم دي يأثموا عليها إذا كانت المقاطعة دي مقاطعة تامة وفيها كلام فيها نوع من أنواع النيل من السمعة أو شيء من هذا القبيل كل الكلام ده لا يوجد شرعا ويتقوا الله سبحانه وتعالى هما إذا كانوا مقاطعين احنا لسه كنا متكلمين في السؤال اللي فات هما لو كانوا مقاطعين أفوق ثلاثة أيام وبلا معنى أو مع ظلم يبقى عندهم الظلم وعندهم المقاطعة والاتنين اسمين فلازم يعودوا إلى الله سبحانه وتعالى ويتوبوا إلى الله إنما السؤال الثاني بقى اللي هو كان بيتكلم عن مسألة أن أنت أختك دي ممتك تردها وتمنعها أنا شايف أن هي ما تعملش كده لكن تعمل إيه تتوازن لا تفتح لها الباب فهي تتحول إلى شخص اعتمادي وفي نفس الوقت لا تردها هي بقت كبيرة وناضجة فأمك تعلمها مهارة بأن هي تحل مشاكلها لكن أنا لا أقبل إن الأم ترد بنتها خالص إن ده فيها خطر دي مطلقة يعني إذا ما وجدتش حد يسندها ممكن المسألة تبقى خطر فعشان كده أنا شايف التوازن والدتك لازم تستدعيه ولازم تعرف إزاي تقدر توازن ما بين الاتنين بحيث إن أختك ما تعتمدش عليها عاعتماد كلي وفي نفس الوقت ما تردهاش وتتردها وأنا شايف اسمحيلي إن حضرتك تسيبي ممتك وأختك يتعاملوا مع بعض ملكيش دخلي بيهم لأن المسألة دي ممكن للأسف إن أنت عايزها تبقى حياتها على التصور اللي أنت عايزها وقد يكون دوت مش مناسب بيها خلي ممتك بس تتعامل معها بتوازن لإني حضرت النبي أمرنا أن نسدد وأن نقارب فولدتك تسدد وتقارب معها